اكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة نايب الاول لرئيس المجلس الاعلى لشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى ان رياضة المدرسية جزء لا يتجزأ من تطوير وارتقاء الرياضة البحرينية مضيفا سموه ان اهتمام ودعم الرياضة المدرسية سيكون له المردود الايجابي في بزوغ المواهب بمختلف الألعاب الرياضية ما يخدم الاندية والمنتخبات الوطنية خلال المشاركات المحلية والخارجية جاء ذلك خلال استقبال سموه سعادة وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي ومديرة ادارة التربية الرياضية والكشفية والمرشدات الدكتور شيخ يوسف الجيب وذلك بمكتب سموه بالرفاع وقد بحث سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة مع سعادة وزير التربية والتعليم السبل لتطوير الرياضة المدرسية خلال الحصص الرياضية والتي تترجب تطلعات القيادة الرشيدة بالاهتمام بقطاع الشباب والرياضة وتطلعات سمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة في تفعيل الجانب الرياضي بالمدارس كما بحث سموه مع الوزير تجربة الإماراتية بإدراج رياضات فنون الدفاع عن النفس في المدارس وبحققته هذه التجربة من نجاحات واسعة عكست بصورة واضحة على ارتقاء هذه الرياضة وبروز المواهب الرياضية وعلى نتائج المنتخبات الوطنية الإماراتية في هذه اللعبة كما تطرق سموه مع الوزير للحديث عن تجربة السعودية في المدارس بتفعيل رياضات فنون الدفاع عن النفس كواحدة من الرياضات التي يمارسها طلبة المدارس في الحصص الرياضية وفق الطرق الآمنة والتي ساهمت في إيجاد جيل رياضي قادر على تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية وقد أشهد سمو شيخ خالد بن حمد الخليفة بالجهود المتميزة التي يقوم بها وزير التربية والتعليم في دعم مختلف الأنشطة الرياضية مقدرا سموه جهود إدارة التربية الرياضية والكشفية والمرشدات بالوزارة وما تقوم به من تنفيذ البرامج الرياضية التي تسهم في تطور وارتقاء الرياضة المدرسية من جلبه عبر سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيم وزير التربية والتعليم عن تقديره لجهود سمو شيخ خالد بن حمد الخليفة في مجال تشجيع مختلف الفنون الرياضية لما لها من دور إيجابي على الجوانب الصحية والنفسية والبدنية مؤكدا بأنه قد تشرف بتقديم عرض أمام سموه حول التعريف برياضة فنون الدفاع عن النفس في المدارس الحكومية واكتشاف المواهب الطلبية المتميزة في هذا المجال مشيدا برعاية سموه الكريم في إعداد وتدريب الشباب على هذه الفنون الرياضية وعلى حضور ومشاركة مملكة البحرين في مختلف البطولات الدولية ذات العلاقة وتوفير أهم الوسائل للنمو والتطوير والتدريب ترجمة نانسي قنقر